الحاجة التانية ان الشخص اللي بيعيش ان الحقيقة هي الواقع بيفقد اليقين ما بيقاش عنده يقين في التعامل مع الواقع ليه طيب؟ اليقين هو اللي بيجنة عشان نعرف نقرأ الواقع مش اليقين بيجنة لما نقرأ الواقع احنا لما نكون متأقنين بان الله سبحانه وتعالى لطيف فبنقرأ الواقع بلطف الله مش ان احنا عاي نبقى متيقنين لما ربنا يطلطف فينا فيبحصل لنا اليقين ده عكس انت لازم تبقى متيقن عشان تقرأ الواقع الاحداث مش العكس الناس من هول الاحداث ممكن تفكر ان احنا مش متوقعين ان بعد ده ربنا ينصرنا وان النصر تأخر جدا ولكن احنا عندنا يقين في ان الخير جاي لان ربنا عنده كل خير علشان كده ربنا وصانا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاحنا متأقنين بان الخير جاي ومتيقنين بان الله سبحانه وتعالى معنا لكن الشخص اللي بيعيش اسير الواقع ويخليه هو الحقيقة وما فيش بعده شيء بيصاب بالكمية وبيفقد اليقين الحاجة التالتة يصاب بالسواد سواد النظر المشكلة ان احنا ما بنقرأ الواقع واحنا مش شايفين ربنا في كل شيء رغم ان ربنا علمنا اقرأ باسم ربك الذي خلق فللأسف احنا بنقع في معصية سوق القراءة سوق قراءة الواقع اللي بيوصلنا الى ان احنا نبقى بنقع بسرعة في الاكتئاب مش بس بنقع بسرعة في الاكتئاب بنقع بسرعة في اشياء كتيرة فتلاقي ناس بتقول مثلا وهي المساعدات اعتنفع في ايه واحنا يعني كنا ساعدناهم بايه مهما عملنا مفيش فايدة الحكاية انتهت خلاص الحكاية ما انتهتش في ربنا لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم